بطولة بتضم كل الدور الممتاز كمان إضافة ليهم نادي زد ما شاء الله نادي وعمل فريق محترم كان بس لي رجاء النهاردة وإحنا بنحتفل ببطولة الدورة نتفرج على الدورة الإنجليزية في المرحلة الأخيرة أو في الجولة الأخيرة وبنشوف توزيع الجوائز والدرع وأفضل لاعب والهدف في ملعب المباراة لفتة طيبة بس لو المسؤولين في اتحاد الكرة في لاجة المسابقات عن قطاعات الناشئين الفريق البطل يبقى فيه درع للناشئين وميداليات اللاعبة بتستلمها بتكون تسكر لللاعب بعد كده بيتذكر أن البطولة دي أنا أخذتها حاجة بسيطة ومش مكلفة لكن النهاردة النادي الأهلي فعلا نحن بنعمل احتفالية كبيرة لأبطالنا اللي هم يستحقوا هذا التكريم على مدار الموسم موسم أكثر من رائع كل الأرقام بيحققها النادي الأهلي النهاردة بنشوف مشاريع الهدف أو هدف الدوري من النادي الأهلي حسام عادل برصيد 19 هدف شيء مميز جدا تم اللاعبين بيقدمهم النادي الأهلي لمنتخب مصر من دوري 2006 بنشوف النهاردة جهاز فني محترم وحاول بقول قيمة الشرف النهاردة اللي شرفت النادي الأهلي وكمان يعني حققت بطولة الدوري جهاز الفني الكابتن سامر عبد الرحمن أحمد رؤوف محمد فتوح مدار الحراس مرمى محمد نحلى أحمد جبالة إبراهيم خاطر عمار فتحي عبد الرحيم عبد الباديع جهاز معاون عاطف إبراهيم جهاز معاون وهقول لحضراتكو برضو قيمة الشرف من اللاعبين أحمد محمد عبدين أمير علاء إسماعيل اللي بنتمناله السلامة ويرجع كان جال رباط صليبي في الموسم إبراهيم عادل حسام عادل أدم سمير محمد حازم عبد الرحمن هشام عمر سيد معاود عمر زكريا عبد الرحمن عماد النحاس عبد الله طاهر علي الدين علاء عمار وليد حافظ عمر كامل فارس أحمد فتحي مصطفى مازن أحمد مصطفى أشرف محمد شريف محمد طارق محمد أحمد سعد محمد أحمد سادي شام مصطفى يوسف السيد خيري رمزي يونس يوسف محمود أحمد محمد مجدي ويوسف إسلام ومحمد رضا وأحمد رضا سالم تلاتين لائب ما شاء الله مميزين جدا عندنا في قطاع النشاة